هلأ بكل تأكيد يعني أنا بحكم عملي بالإعلام الرياضي أنا وكبت عمل الأندية بمهوية 9 لسوي رابطة الأندية من 30 عام يعني حتى قبل منظومة الاحتراف من الاحتراف كانت الأندية على الدوام 9 لسوي رابطة إلى حتى في يوم الأيام سوي بطولة للعب المعتزل سوي بطولة للرابطة الأندية عشان رياحة للأندية وسوي تعزيز داخل الأندية لكن على الدوام من 30 سنة حتى الآن كان فيه يعني تقاطعات فيه أو اختلافات وجهات النظر ما كانت تتودي الأمور لأنه يعلنوا عن إشهار الرابطة نعم هلأ أهم فترة اللي كان فيها إشهار للرابطة يمكن من حوالي سنتين وبالاتحاد كرة القدم وللأمانة الاتحاد يعني ممكن بالبداية كان يعطي لوجود الرابطة لكن بالأخير كان الاتحاد أكبر داعم لوجود الرابطة ودلع ذلك من سنتين أو أكثر شوي لما الاتحاد جلس مع الأندية بصوت عالي وفكر بصوت عالي أعلن عن تأسيس الرابطة نعم وعطاهم مقر في الاتحاد وسموا موظفين وأمين عام هو فراسوريكات أمين عام لرابط الأندية نعم فعلى أرض الواقع موجود الرابطة لكن ردت جمدت ليس جمدت ما حدا بعرف الاتحاد اتبنى الموضوع والأندية وفقت ورحبت وعشان يعني نزيد الأمور بطريقة رسمية تم عمل نظام للرابطة موجود النظام في ملاحظات على النظام على بعض النظام يمكن في بعض الرؤساء الأندية يعني بوجدوا من المناسب أكثر يكون أنه في استقلالية أكثر للأندية على الاتحاد لما سوى النظام من عنده يمكن سوى ربط أكثر مع الأندية خاصة في الأمور المالية وهذا الأندية دائما هي بتبعد عن اتهاد بالأمور المالية فتم تجمد المشروع مع أنه أعلن رسميا يعني كان جلسي بالأس سمو الأمير وقاعدين رؤساء الأندية وخلاص وعلن عن الرابطة وجابوا فراسوريكات حطوه أمين عام للرابط صار يدام بالاتحاد وعطوهم مقر وموظفين هاي بالسنوات الأخيرة سنتين سنتين يعني أنه كانت عرض الواقع موجودة نعم هلأ يعني بصير مع الأندية وكل يوم بصير فجوات وبصير مشاكل وبصير وجهات نظر طب أستاذ مفيدين عذر عن المقاطعة راح أخليك تكمل ما يحدث وبالتسلسل يعني حقيقة لكن نريد العودة إلى الوراء قليلا أنت تحكي من ثلاثين عام والله من ثلاثين سنة أهم وأبرز الأسباب التي عطلت وجود هذه الرابطة هلأ في خلافات كبيرة دائما عميقة بين الأندية الجماهرية نعم والأندية الغير جماهرية لأنه الكعكة تبعت الفلوس التورتة تبعت نعم فيها فلوس يعني نعم هلأ الأندية بتقول لك لأ لازم الريع يكون بالتساوي كان أنا بحكي عن زمان الخلافات نعم الأندية جماهرية بقول لك لأ لولا جمهوري ما بيجيك لاش مصاري الآن نادي ملوش جمهوري بقول لك لولا انت تلعب معاي ما راح يجيك جمهورة نعم فالخلافات كانت أغلبة على هيك هلأ الأندية لقاعدة الجمهورية محقة اليوم الاتحاد زي بتتذكر أخي أمجاد راح سووا جابوا الليقة الأسبانية زي بتتذكر شووا على الاتحاد الأردن وصووا اتفاقية نعم ودوا وفد من الاتحاد والأندي راحوا على الأسبانيا وشافوا الليقة عساس منشوف الرابطة كيف تعامل مع ريال مديد وبرشلونة بالنسب أعلى من باقي الأندية صحيح اليوم ريال مديد وبرشلونة بياخدوا النسبة الأعلى صحيح بس في توزيع شبه اشي اسموا عدالة لأنهم يوم الانديا جامنين مش بس بيجيب لك جمهور بيجيب لك سبونسر بيجيب لك رعاية بيجيب لك ناس يعني بيصير ثمن رعاية أعلى عندك فهل الأمان لازم يأخذوا حقهم بكل تأكيد هذا الانديا لما كان لها جماهير كان تقول لك لا زي زيك فالخلافات كانت من هون يمشوا بالرابطة لما ينصدبوا موضوع المادة كيف وزعوا التورتة الكعكة تبعتهم يختلفوا يروحوا تروح سنتين تروح أربع يرجع لنورجين لسي الخلاف بين الانديا والاتحاد وقالوا نرجع نسورها بالطنديا إذن كان الخلاف على الحصص المعينة فيما يخص الانديا الجمهورية ومطلبها وترى مطلب شرعي خاصة فيه لو قررنا المصاريف والنفقات الانديا الكبيرة أمام الانديا الأخرى